أهلا وسلم بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجكم حج عرابي تقدرون أن ترون حلقاتنا المختلفة عن طريق مواقعنا المختلفة بالسوشيال ميديا الإنستغرام والفيسبوك واليوتيوب وأيضا تقدرون أن ترونه عن طريق الويب سايت www.sotalmustakbet.com الكاتب الكبير المصري يقول لا يأسه مع الحياة ولا حياته مع ديأس ومن هذه المقولة نقدر نقول لنا اليوم الحياة بها مختلف التجارب القاسية لكن يمكن أن يحول كل التجارب القاسية والفاشلة إلى تجارب ناجحة حتى نتحدث عن هذا الموضوع أكثر وهناك الدكتورة والأكاديمية والباحثة دكتورة سيهام ما تجري؟ هل سهلا؟ هل سهلا؟ شكرا جزيلا دكتورة سيهام، لم أتتحدث عن اليأس نعم اليوم، مع الأسف، هناك الكثير من الشباب يعانون من موضوع اليأس وأكيد أن تتملهمهم بهذا الموضوع ترون الفرق الذي حدث بين الشباب سابقا والآن أريد بالبداية يعرف ليش اليوم الشاب صار يستسلم أحيانا اليأس أنا أولا شكرا جزيلا على الاستضافة وأحييك على طرح هذا الموضوع وهذه الفكرة الله سبحانه وتعالى يقول لا تيأسوا من رحمة رب العالمين فبالتالي اليأس من الرحمة الإلهية لربما يؤدي إلى هذا هذا فضلا عن الظروف الاجتماعية، القلق والتوتر العام في البلد بفعل السياسة كل ما يتعلق بالمنظومة السياسية ألقي بضلالة على المنظومة الاجتماعية وبالتالي تجد هناك فوضى وإرباك اكتسبها هذا الإنسان منذ صغره حتى كبر يعني أنت لا تجد واحد يأس بمختلف الأعمار حتى الأطفال خاصة هؤلاء الأطفال الذين يبيعون الأشياء البسيطة في الأسواق تجدهم يعملون وحينما تسألهم بطلة من المدرسة لا يجد قوتة يوم أو أحد معنفة ممكن معنفة أو يضغط عليه أو مريض هو يشعر وهو بهذا العمر أنه ممكن أن يحيي فيه روحه إذا هو عمل وأتاب لأن هذا إنسان يحتاج إلى الأكل والشرب لكن التنشئة الاجتماعية لها دور كبير جدا في هذا الجانب وبالتالي نحن يفترض أن نبدأ من الأسرة لأن الأسرة هي اللبنة الأساسية لبناء الإنسان والإنسان بنيان الله ملعون من هدمه فالأسرة أنا أعتقد هي عليها لربما تسعين بالمئة الظروف الأخرى الأسرة تضع الكونكاريت الذي يفترض أن يحمي الإنسان شاب أو شابة ولد أو بنت إذا صلحت هذه الأسرة وبالذات إذا صلحت المرأة صلح المجتمع وإذا صلح الرجل بنسبة أنا أقول أقل لكنها تعادل نسبة المرأة لربما يستطيع أن يبني إنسان من أولاده أفضل حتى بالقناعات البسيطة حينما لا لا أقول نقارن بين المجتمع قبل والآن أنا أريد أن أعرف اليوم الأسرة العراقية شنو التغيرات صارت بها سابقاً عنها السابق حيث اليوم سننشوف هذه الحالات من اليأس لا بالتأكيد كل التداعيات وهذا الاحتلال والصراع السياسي وهذا التكالب والتسابق على المناصب لربما كما قلت ألقى بظلالة على البنية المجتمعية لأن التأثر واضح حتى الخطاب الإعلامي له دور كبير في تشرذم الأسرة العراقية من خلال كل هذه القيم التي لا ترقى إلى مستوى التربية فضلاً عن أن التعليم فشل التعليم في أن يحصل على متبنيات اجتماعية تستطيع أن تبني وتصنع إنسان سواء كان خاصة بعد غزو المدارس والكليات والجامعات الأهلية لأنها ارتبطت بمنظومة مادية وليس بمنظومة علم ومعرفة وصناعة إنسان وبالتالي لا تستطيع الأسرة مثلاً هذا الثقل أن تدفع فلوس لأنها على قدر عيشتها لا تستطيع أن تدفع فلوس لإكمال دراسة هذا الإبن أو البنت وبالتالي وقعت في هذا الحيز يعني تعرف الآن هذا الجرثومة الكبيرة والسرطان الدروس الخصوصية الذي عاث في البلد يعني كوارث في لا تأثير ليس بسيطاً وإنما تأثير كبير الآن كل الطلبة الآن بدأوا يذهبون إلى دروس خصوصية لأن المعلم أو المعلمة والمدرس والمدرسة لا يستطيعان وأنا معهم بهذا الجانب لا يستطيعان أن يدرسوا 75 طالب في الجامعات العلاقية يعني العوامل هواية لكن اليوم يعني أنت وياي إذا الأم والأب يعني اليوم هذه مثل الصفة المكتسبة يعني اليوم إذا الأب شاهد أبو متفائل حياته الأم نفس الحالة تكون متفائلة بالبيت يتأثر على هذا الموضوع أكيد الطفل يطبع من عندهم لكن أقول لك هذا التوتر اليوم العوامل علاقية متفائلة نوعا ما لكن التوتر أكثر هذه العصبية القبلية أكثر التي نهى عليها الإسلام كل متعصب إلى كل ما يتعلق بالمجتمع بالحياة زواج القاصرات هذه التفاصيل لربما المجتمع كثر لكن المنظومة السياسية لا تعني بهذا الكثرة الجديدة كنا عشرين مليون الآن إحنا ثمانية وثلاثين إذا مو أربعين مليون وبالتالي أنت أزيحت كل المدارس الاجتماعية اللي تربينا عليها وبدأت تقاليد جديدة انظر إلى طلبة الجامعات ماذا يلبسون هسا تقول لي مودة تقول لي هو هذا العصر لا أكو قيم قيم مجتمعية تخص البيئة الاجتماعية هذه كلها تحولت إلى ثأريات وتوتر لا تصنع إنسان تخرب إنسان نعم ببساطة وبسهولة حتى الصداقات لكن لم تصنع إنسان طلع عندنا رجل من ثلاثين أربعين سنة مثل علي الوردي طلع عندنا مثل حسقيل اللي صار وزير مالي لماذا يتعون؟ هذا التدريس التلقيني المهام الأساسية للأسرة فقط أنها قوت يومها وبالتالي حتى الآن الأطباء والمهندسين أين التثقيف الأساسي في حظ وحث الطالب على أن يكون مدرسة لآخرين في المستقبل؟ أنت فقط تريد تنجح أنت فقط تريد تأخذ شهادة ومن ثم تذهب إلى فتح صيدلية فتح مكان لعيادة ويبدأ الإبتزاز يعني أسعار خرافية الناس لا تستطيع أن تتعالج بهذه المكانات وبالتالي هذا اللي يريد يروح يقولك أنا شأصير رحمة أتعين إحنا علمنا الجيل على أنه كل واحد خريج لازم يتعين لا يوجد بالعالم بالعالم كله الخريج هناك مشاريع استثمارية شركات استثمارية تعين لا يوجد بلدان العالم كلها حتى الصين اللي هي أعلى درجات بعدد السكان لا يمكن أن تعين كل الخريجين تفتح باب الاستثمار أنت الآن تجد كل شيء الظروف ويريد يروح مسوي السيرة الذاتية يريد يتعين ليش؟ لأن أولا رواتب جيدة ثانيا أنه شقد راح يداوم مرتين ثلاثة أربعة إذا مو يداوم هو يجلس بدون عمل وبالتالي أنت ضيعت أجيال بهاي العشر سنوات في أن تبني مجترة وتبني أسرة وتبني إنسان صح فأنت عندك واي شغل عادة ما الناس يذهبون إلى الطبية والهندسية لكن العلوم الإنسانية برا يعني أنا خبير بمناهج الإعلام في الجامعات الأمريكية الفرنسية نروح نشوف مناهج الإعلام شنو حتى ممكن أن نطبقها وفوق اليونسكو فوق منظمة اليونسكو تجد أن قليل من الناس يذهبون إلى طبية وهندسية يذهبون إلى العلوم الاجتماعية لأن العلوم الاجتماعية تبني مجتمعات صح نحن الآن نستخف بالعلوم الاجتماعية نستخف باللغة العربية نستخف بالإعلام نستخف بالآداب وعلم النفس وعلم الاجتماع في الدول العالم في أوروبا هو الذي يقود المجتمعات إلى التطور وبناء الإنسان وليس الطبيب وليس المهندس نحن عندنا مشكلة صدقة بأن الموضوع على الإيئس نحن اليوم ما نروح للأوروبا النفسية يعني اليوم مجتمع العربي هل هو الطبيب النفسي؟ نحن اليوم كعراقيين كثير من الناس لديهم ضغوطات يعكسها على بيته ويعكسها على أطفاله ويعنف البلبيت ممكن وحتى الأستاذ يعنف الطلاب وما يروح للطبيب النفسي لماذا لدينا هذه الثقافة؟ وهترا من قبلها؟ نحن بالمناسبة نحن من قبل لم يستجد شيء فحتى قبل كل هذه المشكلات والمعانات يعني منذ بداية الثمانينات إلى الآن أنت تشوف المجتمع العراقي يعيش هذه الفوضى هذه يعني هذا الكبت اللي بداخلنا الكبت والقتل السهل بسهولة يعني نقتل وبسهولة نتهم وبسهولة نراقب الآخر نرصد أي الخطوات ممكن أن نلتمس منها حتى نأذي بالطريقة اللي نأذي بها إحنا ما عندنا ثقافة المستشفى النفسي أو الطبيب النفسي لأن إحنا عادة بين قوسيا نسميه هذا الخبّة وراح ممكن أن هذا يعالجه بينما العالم كله يستند على الطبيب النفسي ماذا نستطيع أن نفحح هذا الموضوع؟ حتى الأطباء يحتاج لنا ثقافة ووعي إحنا الآن تزيف للوعي في كل شيء أنت تثقف بهذا الاتجاه أنت حتى ترى بالمناسبة بالسر وبالخلوة أنه لا تقول رايح إلى طبيب نفسي أكو ناس يروحون يذهبون كانت ناس تعتبروا زلة هذا راح تطيب النفسي هذا طبيب نفسي مخبّل فدير بالكم راح نحجرة يعني حتى عائلته تحاول تحجرة لأن هذا باللاوعي راح ممكن أن يرتكب جريمة هو مو هكذا نستطيع أن نقيم الإنسان الخلل الأسري يترتب عليه الخلل المجتمعي يترتب عليه يعني أداء الدولة يفترض استقطاب للشباب لمواهبهم أنا ما أريدهم بس أطباء ومهندسيين أريد شاعر وأريد أديب وأريد رسام وأريد باني وأريد يبتكر إحنا ما عندنا وسائل تشجيع الطالب حتى الطالب الآن نقمعه طالب أو الطالبة في المدارس نقمع هؤلاء ليش نقمعهم؟ لأن ما عندنا المدرسة التي تتبنى بكل ما يحتاج إذا كان تشكيلي أو إذا كان يرسم أو إذا كان أي تفاصيل نقمع الوضع خطير ولذلك نطلع مواضيع تخص الشباب لأنه اليوم الإدمان على المخدرات وعلى الكحول والتدخين والانتحار عندما يريد أن يبرر ويشخص يقول أنا مكتئب وأني أأس من المستقبل ما هو الشاب يتعامل مع اليأس؟ وما هي الحلول حتى نقدر نقضي على هذا اليأس الذي يصيب بعض الشباب؟ أولا أنا لو بيدي لو كنت مسؤول أسكت كل وسائل الإعلام يعني أنت تعرف وسائل الإعلام تابعة إلى جهات وأحزاب وغيرها أسكتها في هذا الخطاب المأزوم ترى الإعلام يحقق أزمات حتى لو كانت هناك أزمات سياسية موجودة موجودة في كل العالم أزمة ترامب الآن حتى الكونغرس أجز منها لكن لم تؤثر على المجتمع يكون هناك لغط يكون هناك تفاصيل تقال بالشارع العام لكن لم أثرت على متبنيات مجتمعية على قيم مجتمعية لكن إحنا الإعلام يثور عند الثورة وهذا التلاعن والتلاسن والتشاتم بين طرفين نزاع ورما تخلص الشاشة هم حبايب هذا أيضا راح يغذي بتجيل صح أنت طالب تتحدث معه بطريقة ما يقتنع ما يقتنع هذا الطالب لأنه عنده باللاوعي ترسخت مفاهيم وتفاصيل ما تقدر تقنعه ما تقدر تقول له أنت مستقبل إليك صح لأنه هناك صحة بالمشكلة وهناك أشياء لن نستطيع نقم بحفاظها فوريا غير مستحيل لا فورية، هذا التراتبية ولكن هناك أشياء لا نستطيع نقوم بحفاظها فقط Pilot ولكن نريد أن نوجه رسالة لك لكي يشعر بالإيئس حسب نصيحتك وحسب خبرك أنت بمختلف جاربات حياتك ما يتصرف الشاشة؟ والله أنا أذهب إلى الجنب الإلهي يعني لأقول لك أولاً بي بيتي تقول أم وأبي تقول محكمة الله ما تعزل ولذلك الثقة برحمة رب العالمين إلا ما رحم ربي إحنا الآن شوية عندنا هذا الانسلاخ من الأمان بوجود الله فلذلك أنا أعتقد حتى لو كانت هناك منظومة سياسية متأزمة وأسرة متأزمة ما يفترض العودة إلى هذا أنا لا أقصد بالدين الإسلام فقط كل الأديان الإنسان المؤمن بعقيدة بحلمة بكل ما يتعلق بك إنسان هو يستطيع أن يتخلص من هذا ولكن هذا متى يكون حينما يكون هناك وعي تام للمجتمع حينما تكون هناك حقوق واحدة للمجتمع حينما تلتقي العقول العقلائية التي تمارس التهدوية في كل المشكلات المتعلقة بكل المنظومات التي تكون من هذه البلد طبعا دكتورة سامي شجيري أنا جدا سعيدة بحضورك وتشرفت أيضا بكلامك شكرا جزيلا لك شكرا عزائي مشاهدين وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذا اليوم انتظروني بالحلقة الجاية من برنامجكم حاج عراقي مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر